أهلاً وسهلاً بكم في معرض الصحافة نقدمه لكم مباشرة من أسجهات الشروق الإخبارية ونستهل هذه القراءة الصباحية لمختلف العنوين صادرة بتاريخ اليوم بأبرز العنوين التي جاءت بها يومية الشروق وتطالعون فيها فيما يخص الوضع بقطاع غزة لا مفر من الاتفاق مع حماس وفي عنوين أخرى قوانين التربية والتعليم العالي والصحة والإمامة في فري المقبل لأجل المراجعة الدقيقة والإثراء في مضامينها هذا ما أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تطالعون مشاهدين في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم والذي يأتيكم بهذه التفاصيل قوانين مستخدمية التربية والتعليم العالي والصحة والإمامة في فري المقبل حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة وإثراء وتوضيح بشكل أعمق مضامين القوانين الأساسية والأنظمة تعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام على أن يتم الفصل فيها بداية من شهر في فري المقبل ما احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلوات بدءا من شهر جنوذي 2024 وجعل ذلك خلال ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء أين عرض الوزير الأول نشأة الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين بالإضافة إلى مداخلات الوزراء قبل إصداء رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيحات اخترنا لكم هذه المرة مقالا آخر وفي التجارة تطالعون 6 إجراءات لضمان بيع اللحوم الحمراء بـ 1200 دينار حيث وقرت وزارة والتجارة وترقيات الصادرات 6 إجراءات لأعادة تنظيم سوق اللحوم الحمراء وضمان بيع الكيلوغرام الواحد بـ 1200 دينار وذلك من خلال اعتماد فرق خاصة لتتبع مصار التسويق وفتح إمكانية البيع المباشر من المستورد لتجار التجزئة بالإضافة إلى خطوات تنظيمية أخرى وحسب تعليم صادرة عن المدرية العمالية رقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات تحمل رقم 3369 مواجهة إلى مديرية تجارة بالولايات بخصوص تأطير متابعة ومراقبة سوق اللحوم الحمراء المستوردة وتنفيذا لتعليمات الوزير المتعلقة بتأطير متابعة ومراقبة سوق اللحوم الحمراء المستوردة لضمان تسويقها للمستهلك والأسعار التي قرتها السلطات العمومية تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذه التعليم التي تحمل رقم 3369 ضمن يومية الشروق الخبر حاضرة بمعرض الصحافة وتعنون صدر صفحتها الأولى الجزائر تستقبل مزيدا من الجرحة الفلسطينيين في عنوان آخر وفيما يخص مخرجات الاجتماع الوزاري تبني أمر بإثراء نوعي للقوانين الأساسية أسفل الصفحة الأولى وفي شأن مالية تحويلات الجزائريين من الخارج فاقت الواحد فاصل سبعة وسبعين مليار دولار في عنوان أخرى مشاهدين تحفيزات جبائية وتحسين للقدرة الشرائية ضمن قانون المالية لـ 2024 وعنوان أخرى تجميد رخص القوارب وقرض إسلامي لشراء السيارات في الجزائر في عنوان أخرى تأتيكم ضمن الصفحة الأولى من يومية المساء تطالعون الرئيس يرفع السقفة عاليا حيث أكد على تحسين الوضعية الاجتماعية لمنتسب قطاعات التربية والتعنيم العالي والإمامة عنوان رئيسية أخرى مشاهدين ضمن هذه اليومية رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2024 أسفل الصفحة الأولى تعود اليومية لـ قطاع غزة وتكتب تصاعد عمليات المقاومة والإرهاب الصهيوني يكثف القصف المدفعي والجوية عنوان أخرى ضمن هذه الصفحة الأولى لكن في التفاصيل اخترنا لكم هذا المقال وجاء فيها أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نوردين بن براهم من المرصد وضع استراتيجيات ليعتمدها كآليات عمل ينتهجها في الفترة القادمة لسنتين 2024-2030 وفي مقدمتها تعزيزة الصبول التي تمكن المجتمع المدني من إدارة مشاريع تكرس النموذج الاقتصادي الاجتماعي التضامنية وأبرز بن براهم خلال استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى الرؤية والأبعاد الاستراتيجية التي انبثقت عن مخرجات المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي نظمه المرصد تحت شعار المجتمع المدني حوار مواطنة وتنمية عبر ثلاث ورشات رئيسية تشير إلى أن هذه المخرجات سيتم تجسيدها في ورقة طريقة عملية ترسل في الأيام القليلة القادمة إلى رئيس الجمهورية واسترسل بن براهم في هذا المجال قائلا نعمل على تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني من خلال إعادة النظر في قانون الجمعيات في طريقة تمويلها وإعادة النظر في بناء قدرات المجتمع المدني بما ينسجم مع هذا التحول الذي تشهده السياقات الوطنية والدولية تفاصيل أكثر حول تصريحات رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ضمن يومية المساء الموعد الفصل في عدة قوانين أساسية وأنظمة تعويضية بداية من فيفري القادم والرئيس يشدده على رقمنة شابنة لكل القطاعات بشكل موحد عنوين أخرى تأتيكم ضمن هذه اليومية حيث تعود إلى الخطاب الذي سوف يلقيه رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان اليوم وفي عنوان آخر ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان إهانة للمتظم الدولي واستهتار بالمبادئ العالمية هذا ما أكده ديبلوماسيون وحقوقيون أسفل الصفحة الأولى تعنون هذه اليومية رئيس الجمهورية يوقع على قانون المانية لسنة 2024 ومشروع إزدواجية وعصرنات خطسكة الحديد المنجمية بشرق البلاد يدخل حيث التنفيذ سنة 2024 وفي عنوان آخر القرض الشعبي الجزائري يفتح رأس ماله للخواص بداية من جنوذي القادم وفي تفاصيل هذا العنوان الهامشية تطالعون ضمن يومية الموعد اليومي أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد علي قادري أن عملية فتح رأس مال هذا البنك العمومي ستتم في شهر جنوذي المقبل وستخص قيمة تقدر بحوالي مئة مليار دينار جزائري أي ثلاثين بالمئة من رأس مال البنك وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال المنطقة السنوي للجنة للجنة تنظيم عمليات البورسة ومرقبتها صرح المدير العام قائلا أننا على وشك فتح رأس مال القاضي الشعبي الجزائري وستتم العملية في جنوذي الفين واربعة وعشرين مضيفا أنه من المتوقع أن تختتم مؤسسته سنة الفين وثلاثة وعشرين بانتعاش نشاط التمويل وأوضح أن عملية فتح رأس المال ستبدأ باجتماع لمجلس مساهمة الدولة سيتم على إثره إعطاء الذوء الأخضر لهذه العملية تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع ضمن تفاصيل يومية الموعد اليوم الصادرة بتاريخ اليوم الغد الجزائري تأتي بعديد العنوين الرئيسة على رأس صفحتها الأولى العضوان الصهيوني على غزة الأكثر دموية في التاريخ والاحتلال ارتكب أزيد من 1720 مدزرة وتطالعون أيضا الفصل في القوانين الأساسية لأربعة قطاعات بداية من فيفري المقبل هذا ما أمره رئيس الجمهورية والذي أمر أيضا باحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلواتب بدءا من جوفري المقبل لا تعود إلى مذبحة ميليليا وتقول أنها شاهد على ود المخزن للأفارقة تطالعون مشاهدين في عنوين هامشية أخرى شركات الأجهزة الكهرومنزلية ترفع التحدي صنعا في الجزائر وعنوين أخرى إقبال غير مسبوق ليتلميذ على حصص الدعم اخترنا لكم مشاهدين هذا المقال ضمن يومية الغد الجزائري وتطالعون فيه هذه التفاصيل أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن الجزائر الأكثر ميلا للإسراع في إيجال حل بخصوص العلاقات التي تجمعها بالمغرب لأنها واعية بضرورة تجسيد فكرة الوحدة المغربية وهي مسؤولة أمام الأجيال وقال إن من واجب المسؤولين تهيئت الأرضية لتجسيد الفكرة في الواقع كما تأسف على تغييب القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية لغياب صوت عربي مواحد بخصوصها وأعاد مسؤولة ديبلوماسية الجزائرية فكرة اتحاد المغرب العربي للواجهة واعتبرا أنها فكرة لا يمكن أن يقضى عليها وتطرق في السياق للعلاقات بين الجزائر والمغرب والتي تشهد قطيعات ديبلوماسية بقرار سياد من الجزائر اخترنا أيضا مشاهدين لكم العنوين الرئيسة التي جاءت بها المشوار السياسي والتي عادت صدر صفحتها الأولى لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء وعلى رأس صفحتها الأولى لتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة ثمانون يوما من الإبادة الجماعية في غزة عنوين أخرى مشاهدين ضمن هذه اليومية حيث عنوانت الولاد في مهمة دعم الفلاحين في تفاصيل هذا اليومية اخترنا لكم مشاهدين هذا المقال وتطالعون فيه ما يليه الرئيس تبون يخاطب الجزائرين اليوم حيث ينعقد بالبرلمان الجزائري بغرفته اليوم الاثنين في دورة استثنائية بمقتضى مرسوم صدر في الجريدة الرسمية بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتأتي هذه الدورة تماشيا مع المدى المئة والخمسين من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية بمخاطبة الشعب مرة واحدة في السنة خلال اجتماعا للبرلمان بغرفتيها أما فيما يخص الصحافة العربية فاخترنا لكم الصفحة الأولى من العربية الجديد تأتيكم بعديد العنوين الدولية نتنياهو يقر بدفع الثمن باهظا اغتيال احتفالات الميلاد بفلسطين ولبنان وعنوين أخرى مشاهدين أما في التفاصيل اخترنا لكم هذا المقالة وهو إسقاط جميل لما يحدث بقطاع غزة وما حدث في الجزائر منذ عقود على وقع تدمير المسجد العمري في غزة وجاء في التفاصيل قبل 191 عاما حول الاستعمار الفرنسي الجامع التاريخي إلى كاتدرالية وأباد قرابة 4000 جزائري احتصموا فيه رفضا لقرار التحويل مرفوقة بصورة لمسجد كتشاوة بقلب الجزائر العاصمة والذي حول لكاتدرالية أنذاك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وهذا الإسقاط الجميل في الصفحة الأخيرة من يومية العربي الجديدة بهذا نختم معرض الصحافة ألقاكم غدا بحول الله مع السلامة إذن تحية صباحية متجددة للمشاهدين ولكن أيضا نبيلة الأكيد أن الترقية العقارية في الجزائر تتخبط في الكثير من المشاكل رغم القوانين التي تضبط هذا المجال أليس كذلك؟ فعلا فعلا يعني الترقية العقارية نسمعوا أن المشرع الجزائري شرع هذا القانون 1104 لأجل يعني بشي يساعد في هذه الأزمة في حل أزمة السكن يعني الدولة تبني المرقي العقارية يبنوه وكذلك تكون الأسعار يعني في متناول الجميع لكن نشوفه أنه لو يصروا بزاف مشاكل نعم للأسف نعم للأسف وهذا يعني يراجع لعدة أمور رح نتناولوها اليوم إن شاء الله أكيد إذن ما هي أهم القوانين التي تضبط العقار في جزائر نبيلة بداية؟ هناك القانون العقاري يعني كل مجال عنده القانون دياله إذا رحنا البيع بالإيجار كمالا ديال عنده القوانين الخاصة به إذا رحنا الديوان ترقيه وتسير العقاري كمسير كذلك عنده يعني في السكانات الاجتماعية عنده يعني كل مجال من العمران عنده يعني قوانين خاصة به نعم أكيد أنه ربما أبرز المشاكل أستاذة نبيلة واضحية تتعلق بالأبنية غير المبنية العقارات غير المبنية أليس كذلك؟ لأنه لما نتكلمه على الترقية العقارية الترقية العقارية القانون كيفاش يضبطها وكيفاش يعني يمد الصلاحيات للمرقي العقاري كيفاش يعمل لأنه كل حاجة لازم تكون مضبوطة بقواعد قانونية للمرقي العقاري عنده أنه يكون طريقتين للبيع الطريقة الأولى أنه يكمل البنيان دياله ويبيع يبيع العقار سواء شقا أو فيلا أو غير ذلك يبيعها والطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية أنه يكون مازال مبناش يعني في الأول يبني كما نقوله إحنا يبني بالدراهم تعليشه العقار يعني كما نقوله بالعامية يعني المصطلح المتداول يبيع سواء بلان هذا هي يبيع سواء بلان هنا المشرع ويش دلل في القانون ويشنوية؟ نعم كين طريقة واحدة فقط لا غير أنه يبيع على التصاميم كما قلت أنت يا يبيع سواء بلان يبيع على التصاميم كيف يتم ذلك؟ هذا البيع على التصاميم يتم وفقا يعني حتى المشروع اللي يبيع يعني الشي قوله لوم يعني حتى المشروع اللي اللي راح يبيعه على التصاميم لازم يكون فيه شروط أكيد فيه شروط حتى يعني البلان هدك اللي يقدمه ولا غرحت ليه معليش في انتظار ربما استرجاعك لأفكارك البيع على التصاميم وإذا رائج بكثرة أليس كذلك هذه الأيام خاصة في الجزائر العزمة ونشوف بنايات يعني يوميا تنبد يعني في كل مكان شوفي هو البيع على التصاميم تقريبا تقريبا إذا تم البيع على التصاميم ما كان مشكلة المشكلة وين تقع؟ أين تقع المشكلة؟ البيع على التصاميم هناك قواعد تضبيطه حتى أنه الدفع الدفع يتم وفقها أقصار يعني كل ما يكون درجة كاين يعني بالبورسونتاج وقتش يدفع إلى غير ذلك لكن المشكلة أنه كاين دي بروموتور يعني سواء يكونوا بروموتور يعني يكون مرقي عقاري يعني حقيقي ما ما عندها كي نقوله حقيقي ما عندها عنده لك غيمة يكون مأمن يعني ما ينتحلش صفتها مرقي عقاري يبني هو ما عندوش يعني ما راهوش مسجل كمرقي عقاري المشكلة لو كتش تقع تقع لما يتم البيع يعني بيناتهم يقول له فالا يديلو زعماء أوراق إدارية يديلو ورقاب يعني لا يتم الاكتتاب لا يتم الاكتتاب عند الموثق لأنه الموثق ما يقدرش يكتب بطريقة وحدة أخرى غير البيع على التصاميم الموثق كي يكتب لك تبيع على التصاميم معنتها راهو متأكد أنه هذا كراهو عنده طلع أنه شاف الأوراق دعوا أنه مرقي عقاري كذلك يشوف أنه راهو أمن ذلك المشروع لأنه كل مرقي عقاري كي ينصندوق الضمان يقول له الفوند غارونسي يكون أمن ذلك المشروع هناك نسبة 2.5% يدفحها في صندوق الضمان صندوق الضمان هو لا يعوض هو اللي راح يمثل المكتتبين إذا صرى في استحقات البيعون إذا صرى هناك مشكل والموثق ما يكتبش إذا كان مكان ما تفرج هذه الشروط يشوف كذلك رخصة البناء يعني كل التفاصيل يطلع لها الموثق بالتالي المواطن المكتتب لما يروح عند الموثق راهو كما يقوله في أمان راهو مضاع عقد لغدواء يقدر يقابل به لكن المشكلة المشكلة لما يروح هو والنوتر هو والبروموتر ويقول له أنا ندلك ورقة كما يقول له أكت دو غزارفاسيون بينو بينو يدل له لوكاشي هاداك يقول لك خلاص أنا أنا ديت الإثبات لكن هذه الواقع عندها مصداقية ما عندهاش مصداقية هنا النبو أي مكتتب أي شخص يشري سكن من عند موثق من عند مرقي عقاري لازم هاداك السكن يتم الاكتتاب عند الموثق وبعقد هو بيع على التصاميم هذا فيما يخص يعني العقارات التي تباع قبل أن يتم قبل أن يتم ببناءها بيع على التصاميم بيع سوء أكيد إذا بشن هما الشروط اللي لازم يستوفها هذا العقد بداية الشروط أنه النموذج يعني الدولة الجزائرية والمشرع الجزائري دار نموذج واحد لازم يعني يخدم موفق ذلك النموذج مكاش نموذج وطني ماش يكون موثق عنده نموذج ديالو هاداك النموذج محددين فيه كل القواعد اللي العقد شريعة المتعاقدين يحددوا فيه ثمن يعني النهائي شحال يكون يحددوا فيه الدفعة الأولى شحال تكون البخصنطة اشتحة شحال يكون وقتاش تكون الدفعة الثانية وقتاش تكون الدفعة الثالثة وكذلك الدفعة الأخيرة تتم عند استلام المفاتيح يعني كيكمل كامل لما يسلم المفاتيح يسلموا كذلك المكتتب الدفعة الأخيرة يعني كل شي منظم ينروحوا للبيع على التصاميم كل شي رهو منظم والحقوق رهي باينة إذا المقاول طلب أن يقدم له سعر للعقار بالكامل فهذا مخالف للقانون هذا مخالف للقانون لأن المشرع لما دلوا بيع على التصاميم ودلوا كل نسبة لأنه رهو يبني بدراهم المكتتب كل ما يزيد في البناء كل ما النسبة يزيد يخلص المكتتب يعني يكون كما نقوله يخلص بفاصيلته يخلص بشوية لأخره يبني لأخره يخلص فيه المشكلة وين تكون؟ المشكلة أنه هنا ليقعوا ناس ضحية نصبه احتيال أنه يشوف مراقي عقاري يقول له يقول له أنا يا ممكن هذا السكن يطيل أسعار مغرية سكن يقول له بخمسمائة أو ستمائة مليون شفنا العمل يفت واش صرع؟ لما هذو سكنات ليهدموهم كامل في برج الكيفان المشكلة أنهم لو حتى دخلوا في البناء بدون رخصة والناس دفعوا كامل المبلغ بعدها يلقى روحوا لمبلغ هذا شيء غير قانوني نحن نوجه نصيحة للمواطنين مجمع إنسان حاب يشري عقار عند مرقي عقاري مرقي عقاري ليقول لك تدفع كامل المبلغ في الأول هذاك عارفوا بلي رأيهم محتال هذاك ما كاش منها جامي تدفع المبلغ تاعتك كامل إضافة لأنه حتى القانون 1-04 يعاقب المرقين العقاريين ليطلبوا دفع المبلغ كاملا وكذلك قبل أنهم يتوجهوا عند الموثق يعاقبهم بعقوبات إدارية وعقوبات جزائية أكيد إذن خلينا أيضا نذكر المواطنين والمشاهدين اللي يراهم يتبعوا فينا ويرفقوا فينا مع صباحة هذا النهار أنهم يمكنهم الاتصال بنا عبر رقم الهاتف الظاهر أسفل الشاشة 023-71-71 تصلوا بنا ترحوا الإشغالتكم إذا عندكم مشكلة متعلق بالعقار إذا كنتوا ضحايا لهكذا مقاونين ربما أخذوا منهم أموال باهدة ومن بعد أبدل ما سلموا لهم مفاتيح العقار مشكلة صح ويحدث إذن في حال إتمام وتسليم العقار في الوقت المتفق عليه ما هي الإجراءات الواجب اتبعها من قبل المكتتب الإجراءات المتفق عليها أن المكتتب يدفع كل تلك المبلغ المتفق عليه وحتى المرقي العقاري ما بيقولنا الدفعة الأخيرة تدفع لما يستلم المفاتيح هنا يعني ما كان شوي يتم ما كان مشكلة ما كان مشكلة أكيد موظم المشاكل بوش متعلقها ربما حتى الصداقات كيكون المقاول هدك صديق ولا جار ولا مقرب أليس كذلك فهذه الحالة ربما المكتتب يسمح كامل في الوثائق الرسمية أليس كذلك نبينا وهنا تقع المشكلة شوفي حتى الدين تعنا الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا تدينتم بدينين فاكتبوا يعني حتى الدين تعنا يكون دين لازم نكتبه فما بالك أنه عنده تعامل رح يتعامل مع هذا المرقي العقاري هاو المرقي العقاري خرج فايت هاو المرقي العقاري مات يا صديق ناس ملاح وملتزين بالكلمة أصلا أصلا اللي يكون ملتزم لازم يكون ملتزم بالقانون بالقانون لأنه نحن نتعامل مع بعضنا نتعامل وفقا للقانون المرقي العقاري عنده قانون الترقية العقارية اللي راهو ينظم له العمل دياله وبالتالي هذه ما فيها شو بغدة الحال أنه حتى لو كان صديقك حتى لو كان معرفة حتى لو كان عائلتك يكون التعامل بصفة رسمية يعني عند المتق ويباع بصفة طبيعية وفق البيع على التصاميم المبالغ تكون كما قولوا المبالغ تكون محسوبة يكون عنده 20% 20% لما تستطيع التصاميم يعني حتى هو يساعدوا الحال إنما الناس اللي تسمع إشهارات وتسمع أنه أنا نحن بيعلك لا يعني طبيعي لما أنت تسمع حقيقي أنه لما تشري بناء على التصاميم يكون أقل شوية من السومة أنك تشري طالح هذا بالصح لازم تكون هذه النسبة محقولة يعني أنت لما تسمع أنه العقارات مثلا في العاصمة راهي بمليار وشي لما تقولي شقة شقة راهي بمليار وأكثر لما تسمع أنه شقة راهي بـ 300 مليون أو 400 مليون هذا شيء طبيعي من غير طبيعي صح السعره مغري صح هذا السعر يولي طمع تعنى هو ليدينا الأمور ونخصره أكيد إذن في حالة ما ربما تم إتمام هذا العقار لكن المرقير في التسليم المفاتيح يعني رغم ربما أنه وفى كل الشروط اللي هدرنا عليها لكن يماغل في تسليم المفاتيح يقولوا لازم نزيد لي ونتكنوا فاتع الشقة كانت أكثر مما كنت أتوقع في هذه الحالة كيفاش المكتتب يتعامل نعم يقولوا ربما مواد البناء زادت يقولوا زادت زادت لبخيتو فعلا قلنا أنه الثمن الإجمالي يكون متفق عليه ويكون منصوص عليها في العقد لكن حتى القانون شوفي القانون حتى هذا المشكل وضبطه كيف ذلك مش ما يخليش تغارات لأنه البيع فعلا اليوم راهو يبيع غضوة مثلا تمنتع الحديد راهو يزيد العملي فاتكان بصومة هذا العام هو بصومة يعني مواد البناء راهي تزيد المشرع ضبط له أنه ممكن يزيد لكن بنسبة لا تتجاوز 20% فقط هذه النسبة تعلن الزيادة ما تكونش تتجاوز 20% معناتها أنتها تكون تشري عقار ما كيش منها يزيد لك مثلا 50% أو نصف من قيمة العقار يقول لك هذه هي الزيادة وانا يعني يعني لازم نزيدها لكيتو القانون نظم تلك الزيادة يعني حتى المكتتب ما عليه غير أنه يوافق إذا كانت ما تجاوزتش الزيادة 20% وتكون مبررة يعني يقول له الزيادة لأنه سعر يعني مواد البناء زاد لأنه أيضا ما لك يكونوا فاتورات بناتهم أكيد الفاتورات تكون إذا كانت هناك زيادة يبرر تلك الزيادة علاش والزيادة ما لازمش الديباسي 20% نعم لكن القانون ياخد بعين الاحتبار إذا كانوا ربما المرقي هو للطول يعني لم يتم تسليم البناء في المدة المحددة يعني تعدى أجل تسليم نعم الأجل تعد تسليم شوفيه هنا كما قولوا ما بين الحصارة هي أساسا يعني ما بين القانون والواقع أنه الواقع نعرفه أنه يصروا بزاف إشكالات نعم خصوصا يعني في ميعاد تسليم الشقق وهذه الميعاد أحيانا ما وش يتأخر سنوات المشكلة حتى أنه المكتتبين ممكن شهرين تلت شهر يصبروا لكن المشكلة لما تكون سنوات نهضروا يعني نهضروا من جهة بش ما نضلموش المرقي العقاري كي ينأمور لي تخرج عن طاقته وحتى هذه نص عليها القانون كي ينأمور مثلا قوة القاهرة صارت مشكلة يعني صارت زلزل صارت فايضان صارت حاجة يعني خارجة على كما نقوله قوة قاهرة نفهمه كذلك لما تكون حاجة خارجة على على الإرادة مثلا يكونوا الطرقان تعلي يوصلوا يكونوا مازل ما كملوهم يعني هذيك مشي هو اللي ملزم مشي بيدو يعني بالعملية مشي بيدو هذي رهي حاجة وكذلك هناك مشكلة حيانا في الوثائق نعرفه في التوسيق لما نحطوا عقد بشي توثقوا هناك مشكلة كذلك يعني هناك كان شوية بيروقراطية بعض العرقين البيروقراطية ربما هناك بعض العرقين إدارية لكن هناك مشكلة عند المرقين عقاريين وكثير من الناس وكثير من القضايا راهي تثار على بل كي الناس خلصوا وتوفاهم الله ومدوش سكنتهم يعني تماجيني الحرقة على ذاك الإنسان راح بيها القبرو كما نقول هناك مشكلة كي الناس بعض الأماكن ما نسميوهاش الناس راههم دافعين ودافعين لمبلغ الكل وراهم قاعدين بدون سكنات يعني راهي كوارث راهي تسرى بسبب يعني هذه المرقين العقاريين محتلين اللي ما يكملوش يعني الحاجة كما نقولوا الحاجة اللي خرجع الإرادة تحم راهي خرجع الإرادة تحم وخرجع الإرادة تحم يعني ما تدومش لسنوات مشانا نخلص 2010-2023 مازا ما اسكنش هذا كارثي أكيد إذن من جهة أخرى نتحثوا أيضا على حالة إفلس المرقي العقاري نعم يحدث أليسا كذلك تحدث هنا هذه الحالة يدخل دور صندوق الضمان شوفيه في حالة إفلس المرقي العقاري نعم أو في حالة وفاة أيضا وفاة المرقي العقاري يعني مشين بس الإجراءات هي أكيد أكيد شوفيه صندوق الضمان هو لحل محل المكتتبين يعني يكونوا المكتتبين هما اللي عندهم الأولوية يعني استفاء ديون تحم وكذلك ممكن أنه يتم تعيين مرقي عقاري آخر يتمم ذلك المشروع يعني باش من خلوش الناس حاصلين في حالة الوفاة كذلك يتم تعيين مرقي عقاري آخر لإتمام ذلك المشروع لكن في حالة الإفلس قلنا كذلك الإفلس يعني صعيب ممكن الناس ما تديش كامل درهمها هذه هي المشكلة لأنه لكون الناس صح اللي حط درهمها ولهذا لازم أيضا المكتتبين يلتزموا بالشروط ليس اكتناء لأنه احنا رأنا نقوله رأنا نقوله النصيحة الأولى النصيحة الأولى أنه الجامع جامع تشري تكتب ورقة عند ما بينك وبينه يديلك ورقة وتروح تقدم له المبلغ وتقول له هذه هي الالتزام الثاني أنه البيع على التصاميم ما تمدوش كامل المبلغ البيع على التصاميم مدام البناء ما زال ما طلعش تمدو بالنسبة يكون عند الموثق عندكم النسبة رهي محددة محددة في العقد محددة في القانون جام يتمدو المبلغ الكلي لما يتمدو المبلغ الكلي ركوترسكي وبكامل المبلغ صحيح حنا وصلتنا واحد الحالة نبيلاوين مرقي عقاري حتل على بعض المكتاتبين من بعدها يعني كتشفة أمره ودخل الحبس لكن هو يجوز للفترة تعوط العقوبة للأسف توفى حابين نعرفون إجراءات اللي لازم يتبعوها المكتاتبين لكن قبل ذلك نستقبل صباح والخير صباح النور صباح الخير مرحبا بك معنا يكي عيش منكي صباح الخير سأل بس تعيشي عندك سؤال في الموضوع حبيت أنا حال عطبية خياطة نقدر ندير في تلعقار نقاذ نتفرج في تليزيو نعم عندك سؤال نعم تفضلي قلت لك أنا حاب ندير سكر في تعل لديال من حقي ولا لا هذا لازم مكتب عدل هو لي يقول لك يعني آه سمحين سؤال يعني تستفيد من تستفيد من مسكن عدل شروط شروط تعال لديرتهم الدولة متوفرين فيها تستفيد أكيد تستفيد رغم حين فتحوا عدل ثلاثة ممكن أنها تقدم الملف لكن تكون ما عندهاش سكن يكون الزوج تحام عندهش سكن يعني تكون ما استفادت من قبل يعني كين شروط تكون توفرة فيها هالشروط متوفرة يعني في الموقع الرسمي وكيلة عدل نعم إذا توفرت فيها الشروط يعني حقها كأي مواطنة جزائرية حقها أنها تستفيد من سكن أكيد هي قاتلك عندها ورشة خياطة يعني عندهاش علاقة هذا هو العمل ديالها يعني هي لباس تستفيد المهني تسدد التكاليف تكون عندها الفاكتور تكون ديكلاريا يعني ما كانش مشكلة إنما هاد التفاصيل ما يمكنش أنه نجاوبوا عليها من خلال لازم يكون ترقى فيه ترقى نعم إذن نستقبل مكالمات أخرى لكن حبيت له كانت واجبين على الحالة التي نقلناها يعني يعني في هذه الحالة شوفي الإنسان إذا كان نصاب وكان يعني يره في المؤسسة العقابية بطبيعة الحال أنه هاد المكتتبين يعني يتقدموا أمام المحكمة كضحايا ويتأسوا كطرف مدني ويطالبوا بالتعويضات يطالبوا أنهم يسترجعوا المبلغ تحهم إضافة إلى التعويضات يعني إذا كان هذا المرقع العقاري ممكن أنه عنده أشياء ممكن تباع عنده مبلغ مالية يمكن الحجز عليها يعني هذا الحالة الحالة يعني الكارثية إذا كان مع دوله هنا يعني نقدر نقوله أنه للأسف حقوقهم ره يراحل راحت للأسف كين أيضا هناك حالة أخرى عنده حكم أنه عندنا حكم القوانين ره يكاينة علشي قلنا ما بين القانون والواقع عنده حكم وره يحكمونه بالمبلغ وحكمونه بالتعويض إنه معلم من ينفذ هنا تكون مشكلة للأسف إذن هناك حالة أخرى وصلتنا وما أنه مكتتبين شروا ديور في يعني في المبلغ المبلغ وين في 2001 دفعوا مبلغ 120 مليون نعم يعني التكاليف كانت 120 مليون هما خلصوا النص ومبعدتك قعد نص ومسح كانوا يخلصوا للأسف توفى توفى البروموتور في هذه الفتاة من بعد ما زاد جاحت واحد دقضق لهم في دارهم بعد مرور 20 سنة جاء الإبن تاع المقاول وطلب أنهم يسددوا بقية التكاليف لكن حسب التكلفة الحالية يعني حسب لهم العقار تعدوك هش حراه يجوز هذا الأمر ولا يجوز هنا مشكلة لأنه شوفي إذا من جانبهم هما هما سنة 2001 يعني السبب يعني التأخر ما راهوش فيدهم والمفروض أنه لما توفى المراقية العقارية هما يروح يحوسوا هما أكيد يطالبوا بحقوقهم فذلك قلنا هما كانوا سكنوا خلاص كانوا سكنوا في السكنات نعم كانوا سكنوا ما زالهم يسددوا في نفس الوقت هما كانوا سكنوا كامل وقعد لهم فقط كما قلونا ديت خون شي يكملوهم إذا كان إذا كان قاعدت لهم هذه النسبة يقاعدوا يكملوها وكانوا سكنوا سنة في دا 2001 نعم إذن هذا البناء راهو تام وبالتالي لما نكملوا ندفعوا ندفعوا بالثمان تاع 2001 لأنه لو كان البنيان مزا ما خلاش وكانت تكلفة البناء أنا عرفو راهيختلفت من سنة لسنة راهي تزيد تكلفة هما كانوا وكانوا سكنوا لمدة عشرين سنة المفروض أنه هو يطالب مقاول العقاري هنا الورثة تعلق المقاولين العقاريين يطالبوا بالديون تعلوالد تتحمهم المشكلة هنا مراهيش في المكتتبين المشكلة راهي في الورثة هدوما ومش نقولوا أنه الاعتماد تعلق المرقي العقاري لا يورث معناتها مشي معناتها كنتا رأك مرقي عقاري باباك مرقي عقاري وراهو توفى ثم راح تتورط هدوك الاعتماد لا الاعتماد لا يورث مهم جدا إذن نستقبل آخر مكالمة هاتفية أصدنا بلا واضح حي صباح الخير علو صباح الخير مرحبا بك معنا عندك سؤال في الموضوع أنا عميل يلا يتسمع فيك أبدايك برقن نسق في الأستاذة بفضل أفرح لها مشيغال أقولها بس نيران نظهرين في مشروع مع مرقي وهذا المرقي ما شاء الله ترقى هي ترقاوية تساهمي نعم إنما إحنا كين جزء تاني خلص من المكتبين وكين جزء ثاني هذاك لرافض التسديد إحنا المرقي لهو يمشي مع البرسنتاج نورمال بس هم اللي محبوش يخلصون نعم نعم دوك نجاوبك سيداتي هل يحصلون بالإثمان لتعلمشروع دوك نجاوبك سيداتي شكرا شكرا إذا تحدثنا كثير عن المقاوية الترقاوية سؤال مهم نعم وجاء في وقته نعم لأنه تقول لك أنه المكتبين يعني إحنا هدرنا نعم على المقاوية الترقاوية ما هدرناش على المكتبين ما هدرتاش على المكتبين لأنه هذه واجبات المقاوية كذلك الحقوق وواجبات تع المكتبين لازم تكون كاينة واجبات تع المكتبين أنهم يدفعوا الأقصاط يدفعوا تلك الأقصاط في أوقاتها إذا كان مدفعناش قلنا القانون ما كاشترا غانونية في هذه إذا كان المكتب مدفعش تلك الأقصاد وش يتم المراقع العقاري يبعدت لهم يبعدت لهم إعذار بعد 15 يوم يزيد يبعد إعذار تاني إذا كان لم يستجيبوا وما دفعوش من حقه أنه يفسخ ذلك العقد يعني ما يتم تعويضهم في هذه الحالة يعني ممكن أنهم يسترجعوا جزء من الأموال ليس كل الأموال أنه ممكن لما نقوله يفسخ العقد معنات هو بشي يكمل المشروع اللي أبليجي بشي يبيع لناس آخرين أكيد يعني القانونها هو واضح وشحن النسبة تعالى قلت لي يرجع يرجع جزء يرجع جزء أكيد أنه واقع لغي قعد نسبةها 15% هي اللي يحتفظ بيها والجزء من المبلغ الزبنية لأنه هذا الضراء الخارج على يده هما لما أدوش الالتزامات تحهم وفقا للقانون وفقا للعقد قلنا العقد هو شريعة المتعاقدين ينطي لهم إعذار 15 يوم يزيد لهم إعذار تاني 15 يوم هذا هو اللي ننص عليه قانون 3-0-4 يلا هركزنا على المقاول العقارين نركزه أيضا قانون على المكتتبين تحدثنا على رفض بعض المكتتبين لتسديد الأقصار المتبقية من جهة أخرى لو كان المكتتب يموت في هذه الحالة كيف الشي تم تعامل مع الورثة؟ هنا مع الورثة وفقا للفريضة إذا كان المكتتب مات بطريقة طبيعية أنه وفقا للفريضة الورثة هم اللي يكملوا أداء تلك المستحقات وبعدها العقار يعني يولي بأسمهم كل يعني يولي بأسم كل كل المكتتبين لو كان المكتتبين لو كان الورثة ما يحبوش من هذك ما يحبوش هذك الشقة يقول لك إحنا ما عندنا من ديروا إذا ما حبوش في هذه الحالة يتم تعامل معهم كما هذك لما سددتش الأقصار المتبقية هذي هي يتعاملوا معهم على أنهم إذا رفضوا تسديد الأقصار يوجه لهم الإعذارين في 15 يوم و15 يوم وبعدها ممكن أن يفسخ لهم العقد يعني ما نقدرش نحبسه أم بخوجي اللي راهوا الناس كاملة راه يتسنى فيه على جل إنسان أو اتنان إذا كان واحد من المكتتبين ما أداش يعني الأقصار تتاعه ما يلتزمش بالواجبات دياله هنا من حق العقل المراقي العقاري أنه يكمل في المشروع تتاعه ويلغي ذلك العقد نعم إذن في أقل من 30 ثانية نصيحة مش فعلك نصيحة لكل المتابعين ما يتابعوا فينا فيما يخص رقود الاكتداع نصيحة نقول لهم أنه أي واحد لازم يتأكد أنه راه يشري عند مراقي عقاري ما شي كله يكون المراقي العقاري يكون عنده لاغريمون يكون عنده لما نقول لاغريمون لأنه القانون يمدلهم شروط يعني بشي يمدل لاغريمون وكين الناس اللي حكم عليهم من قبل جريمة نصب والإحتيال ما يمدلهمش لاغريمون وكين أمور كثيرة يعني يكون عنده لاغريمون كيفاش يكون عنده رخصة البناء يكون عنده يعني يكون توفر فيه الشروط يكون كذلك يشريوا في البيع على التصاميم ما يشري وش بيكتبوش ورقة بيناتهم وبين المرقي ويقول لك ناراني شريت وناراني عندي ورقة تضمن لي حقوقي كذلك ثمن تحت الدفع ما يدفعوش المبلغ طولي يدفعو المبلغ بالأقصاط عنده عشرين بالمئة ثم عشرين بالمئة يعني كل ما يبدأ هذا البناء راه يطلع كل ما الأقصاط راه يتنفع هذه هي نصحة لنوجهها والبيع على التصاميم يكون أمام الموثق ما نروحوش بينات نار يعني اتقاف الوثيقة نعم ببساطة شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ نبيل واضح على تلبية هذه الدعوة تحدثنا منذ قليل وكما أقشرنا الحديث اليوم عن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف التي انطلقت منذ يومين وحديثنا مع عبد الناصر خلاف باحث في الفنون المسرحية ومدير المسرح الجهوي لولايات الجلفة صباحك سعيد أهلا وسهلا بك صباحكم أسعد لكل المشاهدات المشاهدين ولفريق العامل هذا الصباح فريق شاب يعني بالمناسبة أسعدني كثيرا الاستقبال شكرا لك إذن نحن اليوم في سريق المورنغ نرفع القبعة للثقافة وتحديدا للمسرح إذن مشاهدين حظرناكم بعض السور يلا نتابعوها مشاهدين الآن لتسليط الضوء على اليوم الافتتاح يعني هذا المهرجان الوطني للمسرح المهترفة في طبعتها السادسة عشر لي يعني أخذاء صداء كبير جدا ورغم غياب ربما المشاركة العربية والفلسطينية إذن حكي لنا أكثر عن هذا اليوم الافتتاحي وأنت الأكيد كنت حاضر قبل من خدو في ربما خصوصيات ومميزة هذه الطبعة السادسة عشر وأنا أشاهد الصور كانت لحظة مؤثرة جدا لحظة إنحناء سيد أحمد أغومي إنحناء للجمهور تاريخ طويل وحافل أنا شخصيا كنت جلس في الصفة الثالث بكيت يعني بعد سنوات جدا أن يحظى هذا الفنان بهذا التكريم وعلى منصة المسرح الوطني الجزائري يعتبر هو الفتى الذهبي للمسرح الجزائري فكانت لحظات مؤثرة أيضا بتكريم سيد أحمد أغومي وأيضا صور أخرى أنه خصصت ما يسمى في المسرح نوع من الإنقلاب العرض الافتتاحي أعده صديقنا المخرجة الكوريغرافي رياد بروال حاول قدر إمكاني دير محطات مهمة في المسرح الجزائري إلى وصول النتيجة هي تكريم هذه الشخصية لحملت اسم هذه الدورة ولكن بعد ذلك حدث انقلاب وتحول القضية إلى القضية الفلسطينية ما يحدث الآن في غزة وهذا ربط ذكي جدا للمخرج ولمنظمين إذن كانت تكريم وأعتقد أن الوجوه التي حاضرت تذكرت لحظات الجميلة للمسرح الجزائري من خلال سيد أحمد أغومي ولكن في نفس اللحظة كانت فرح فيه كثير من الحزن والألم لأن المسرح دوما حتى في الجزائر بالمناسبة أنا خشبت المسرح الجزائري أنت جت لكثير من العروض المسرحية خاصة بالثورة الجزائرية بالثورة الجزائرية نعم حتى المسرح الوفد كان عنده دور في المقاومة الجزائرية ليس كذلك بلى لأن نبدأ من هذا الربط تأسيس الفرقة الفنية التي جبتها الوطنية كانت في سنة 1958 وهي أول فرقة فنية في العالم لأخذت صورة ما يسمى الآن ما يصدر عليه في الإعلام البروباغندا البروباغندا لفعلا لأنه دائما نعرف أن المسرح مرتبط بشي مهم جدا مرتبط بالقيام الحق والجمال والخير مرتبط أيضا بالحضارة حيث يوجد المسرح توجد الحضارة فصورة المستعمرة والصورة التي كرسها المستعمر الفرنسي عن الشعب الجزائرين هو شعب متوحش فاستعملنا الثورة الجزائرية استعملت المسرح لكسر هذه الصورة ربما النماطية لتكسير هذه النماطية وتقديم عرض مسرحية على المستمع في الجوالات الكبيرة جدا على مستوى روسيا دول الشقيقة الصين فنفس الشيء فرقة يعني شركة في عديد الفعاليات الدولية عن ذاك نعم ضروري جدا لأنه في الأخير كانت أن هذه الجزائر هذه الجزائر لم تكن متوحشة هذه الجزائر متحضرة بالآخر هو هو المهيمن ونعرف أن خشبة المسرح هي اللي تفصل بين الظلم وتفصل بين الخير نفس الآن تتكرر تتكرر العملية كيف أن المسرح وكان بالمناسبة يوم فكري حول مسرح المقاومة وتم تناول ثلاث تجربة على مستوى المسرح تعرف عليها أكثر نعم التجربة الأولى تحدثنا عنها شخصية كبيرة جدا محمد بوديا الذي لا يعرف محمد بوديا هو عضو الفرق الفنية تعجبات حير وطني وهو المؤسس هو الذي أسس المسرح الوطني الجزائري وهذه نجدها في مذكرة أحمد بن بلا يقول أنه بعد الاستقلال اقترح علي سيد محمد بوديا كي نقوم بتأميم مؤسس المسرح الجزائري بوديا يعني في الخمسة وستنين غادر إلى فرنسا غادر إلى فرنسا والتقاب بالطلاب اللبنانيين وغادر إلى زار لبنان تعرف إلى غسان كنفاني تعرف إلى النخبة الثقافية الفلسطينية في لبنان وتم تأسيس من يسمى جامعة محمد بوديا وفي 73 تم اغتيال محمد بوديا محمد بوديا الفنان الثوري وإذن الكاتب المسرحي عنده مجموعة من المسرحيات أهم هو الزيتون تم اغتياله في سنة 1973 من طرف الموسات فهذا أول جزائري ولمش الأول جزائري؟ هو الفنان الوحيد العربي والوحيد في العالم الذي تم اغتياله من طرف الموسات لأنه تضامن مع الشعب الفلسطيني الفلسطيني أنا ذاك نعم أنا ذاك يعني تضامن المسرح الجزائري والفن الجزائري مع القضية الفلسطينية يعني مش وليد اليوم لا 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 الجزائر نعرف الشعار اللي تربينا عليه كامل أكيد مع الجزائر مع فلسطين ظالمة وظلمة أكيد تبوى لها أجيال نعم وهذا لمسا مجرد كلام فقط الآن رئيس الجمهورية يقول أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية وهذا حقيقي عندما نفتح قوس ربما الآن الكثير يتحدث أنه أعياد الميلاد فيها ابتعاد عن الاحتفالات وكذا احنا في الجزائر منذ شهرين ونشطة الثقافية سير غير في اتجاه الفكري فمظاهر الفرح متوقفة يعني هذا موقف سياسي يحسب للجزائر عندما نتحدث نتحدث عن المهرجان الوطني المسرح المحترف وبالمناسبة نحيي يحيي محافظ المهرجان أنه في الدورة الدورة التاسعة في دورة 2009 خصصت طبعة كاملة للمسرح للثقافة العربية التقافة الفلسطينية بشعار هو كان هناك ما يسمى القدس عاصمة للثقافة العربية في الجزائر أضفنا شعار مهم جدا القدس عاصمة للثقافة العربية العاصمة أبدية أبدية للثقافة العربية وتم استقبلنا الكثير من التجارب المسرحية العربية وخصصنا ملتقى حول وطبعة في كتاب بعنوان المسرح والقضية الفلسطينية إذن المستوى أنا تحدث عن المسر عن الثقافة المواجهة فالجزائر كانت حاضرة دائما ليس من أجل هذا الشعار فقط ولكن كل واحد نحس منها داخل فلسطيني أيضا في الندوة الندوة تحدثنا عن المحور الأول ماذا عن الثاني والثالث لأن تحدثنا عن كاتب كاتب ياسين وبوديا تحدث عنه الدكتور كريم أسوان وأبدعه متخصص في محمد بوديا وكانت هناك توصية للطب التي ترجمت كل أعماله إلى اللغة العربية من بين كتاب صدرها في فرنسا هي مجموعة من الشهادات التي نحور الثاني تحدث عن كاتب ياسين كاتب ياسين نجمة كاتب ياسين الكثير من الأعمال المسرحية ذات النعل الحذائي يعني في هالأشياء فكاتب ياسين أيضا في من السبعينات وثمانيات كتب ضمن ما يسمى حرب الألفين كتب مسرحية عنوانها فلسطين المخدوعة عندما كتب فلسطين المخدوعة فهي إدانة لبعض الأنظمة التي كانت تهجر بالقضية الفلسطينية إذن هناك نبوءة هناك موقف وبقدر قوة هذه المسرحية تم تقديمها أيضا في المسرح الوطني الجزائري إذن تحدثنا عن تجربة كاتب ياسين لفعلا هي تجربة متميزة و نص هذا المفروض يقدم مرة أخرى على خشف النصح لأنه أيضا وقته الآن المحور تالت تحدثنا عن الإنتاج المسرحي الجزائري المحور تالت عندما نتحدث الآن فعلا الآن غزة المقاومة غزة الآن نعيش ما يسمى الفعل والرد فعل ولكن نتحدث من منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ماذا قدم الجزائر ماذا قدمت الجزائر بالمقابل لقدمه للإخوة العرب يعني المسرح العربي الجزائر ما قدمه كاتب ياسين فلسطين المقدوعة تم تقديم عمل آخر من إنتاج المسرح الوطني الجزائري مسرحية بعنوان مسرة إخراج فاضل و نص حمداوي الشعر حمداوي هناك أيضا مسرحية لعباس محمد إسلام وهو نص للشعر للشعر السوري الكبير محمدو عدوان عنوان المسرحية لو كنت فلسطينيا يعني لأن الخشبة المسرح إضافة أدى في القطاع في القطاع العام يعني عن مستوى المسارح الجهوية المسرح الوطني من لا نتحدث عن المسرح لهوات لا نتحدث بعد التجرب للتعاونية والجمعيات ففلسطين دائما حاضر نعم إذن هذا هو ما اصطلع عنيه مسرح المواجهة ما اصطلع عنيه مسرح المقاومة فالمسرح في الجزائر عد إلى رسالته الحقيقية هي أنه ضروري جدا وهذا الأهم الآن عندنا تحدث الخلاصة عفوا الخلاصة تعندوة ما هو نوع المسرح الذي سيقدم الآن بعدما أصبحت الصورة بليغة صحيح وعلى ذكر الصورة نعود إلى التكريم الفنان سيد أحمد أقومي والذي بسبب ربما الظروف صحية لو يمر بها وحالته الصحية يعني قدم له كرسي لكن رفض الجلوس على هذا الكرسي وأباء انخطم الجمهور واقفا يلا نتابع صور أخرى عن هذا التكريم مش تحب مش تحب مش تحب تقول لكم ما هذا الشرف هذا يا الله شرت في آخر سنوات عمري شكرا لكم شكرا لكم بصميم القلب وبركة الله فيكم وإن شاء الله نكون دين على مستوى حب وإن شكرا لكم وإن شكرا لكم وإن شكرا لكم وإن شكرا لكم يلا تعليقك على هذا الصور وهذا الموقف أيضا أنت كنت لهيك قلتنا منذ قليل أنك بكيت لا لا تأثر أنا بالمناسبة المعروف عني في الساحة الثقافية الجزائرية مؤرشف يعني كبير جدا للمسرح الجزائري واشتغل على ذاكرة المسرح الجزائري وأنا من المحدودين جدا ومن القلة جدا الذين حاوروا سيد أحمد أقومي لمدة أربع ساعات يعني يعني حوار مطول توثيقي بناء على كانت كرما أيضا في مهرجان الهيئة العربية وكان دروري نعدنا نعد دوكومنتير عليه على التجربة مع المخرج عليه عساوي للنحية اللي أيضا مهم جدا فأنا كنت محدود أربع ساعات فأنا طبعا هو لا يتحدد كثيرا بالمناسبة سيد أحمد أقومي لكن أربع ساعات كيفاش قدرت تخرج منه هو تلب تجربة عندما طلب تخليه يشاركه يشاركها لا كيف وردته كيف وردته كيف وردته نعم عندما تكلم معايا السيد يحيوي قال لي عبد النصر طبعا دروري جدا نحاول قالك سيد أحمد أقومي مش سهل يعني لازم تتحاول تتحاول وعلى قد نستفيد فخبروه وعلى معرفة به خبروه قالوا له كين عبد النصر الخلاف وهذا وارشيفيست وكذا جيت أنا قلت له سيد أحمد قال لي أنت هو الارشيفيست وكذا قال لي وش عندك علي فتحت له الأورديناطور قلت له بس حب شرد فما تسألنيش منين جبت الوثيقة منين جبت الوثيقة والسؤال تاني ما تقول لي منمد لي الوثيقة يعني منمد شادي حاجة جبت له الصورة جالس إلى جنب عبد القادر علولة في حافلة متجهين في رحلة مسرحية منين جبت الصورة قلت له هذا السؤالي هذا السؤالي قلت له عاوت له الصورة مقلوبة فيها التاريخ الصورة والماكان وكل شي الصورة الثانية أول الأول الشهادة الثانية قلت له أنت قدمت الاستقالتك في 92 المسرح الوطني الجزائري واعتقدت عندك الاستقالة عندك نسخة واحدة وقدمتها لوزير الثقافة نذعك قال لي فعلا لو ما عندكش نسخة واحدة قلت له خرجت له خرجت الاستقالة فعل الاستقالاتها فقال لي خلاص فأنا حاورت لمدة أربع ساعات وأيضا انتقلت إلى معه إلى مصر في القاهرة وأيضا سجلت أكثر من ساعتين يعني وأبهر سيد أحمد أقومي الصناع العرض المسرحي بالكلمة التي ألقاها وكنا محظوظين وفخورين جدا بهذه القامة فالعودة تعسيد أحمد أقومي لهنا وعندما نقول بكيت لست أعلم الوحد الذي بكى لو تشوف ملامح سيد وزير المجاهدين وتشوف ملامح مستشار رئيس الجمهورية وتشوف ملامح السيدة الوزيرة تلاحظ باللي تعرف كينا صورة مع هي هي اللي خلقت للكريشاندو هي اللي خلقت لواحد للحالة معينة وكي كان يسمى الفتى الذهبي فتى المسرح الذهبي سوى الحضور على المستوى السينما حضور على المستوى ما زال عنده حضور أكيد ولكن كي طلع كانت خطواته متثاقلة كل خطوة بشي وطلع هو والتسويق يعني قاعة مصطفى كاتب يعني المسرح الوطني جزائي شي رهيب حدث وهذه لم تسجله الكاميرا من وقوفه من الخشبة إلى صعوده للخشبة كانت هناك مسافة عمرها حوالي أكثر من خمسين سنة من التجربة جميل هذا التعبير حقيقة فسعدنا كثيرا والمحافظ السيد يحيوي أو يحاول مع السيد أحمد قومي على الأقل تكون يوم تكون جلسة معه مع الإعلاميين على الأقل نفتكه شوية من ربما نقول أنا محدود بس صح للزمالة صاحبين ضروري اللي يستمعوا له ومتحدث جيد بالمناسبة ومسترسل وعنده قدرة كبيرة كيف يهي من على الآخر حتى وهو وهو يتحدث مع يعني عنده عطاه سحر المسرح عطاه شي شي معين وهذا من العمالقة الأخيرين يعني المسرح الجزائي ما كانش أسماء كبيرة كبيرة في مقام سيد أحمد أقومي الآن أنت أرك تشوف أنه ماغولة في كينا اليوم لا لا حدثنا عن الخلف يعني موجود حدثنا عن قامة مثل سيد أحمد أقومي شفنا على خشبة المسرح أيضا نبيل عسلي ليس كذلك قدر كثير خشبة المسرح وأيضا السينيما بزاف ناس مع بعنومش أنه نبيل عسلي نشوفوه في أصور هو وليد المسرح للجزائر أنا خرج المعهد معنا بعد أن أخرج نفس المعهد أنا تخص النقد المسرحي ونبيل عسلي أنا سعيد جدا بوجودها على خشبة نعم وسوعدها جدا حينما اتصلوا بها من المسرح الوطني قالوا أنك ستوك تكريم للسيد أحمد أقومي فأنا أعرف يعني تجربته على الخشبة المسرح يعني الأدور اللي كان يقوم بها فأبدع في حاجة اسمه الارتجال كان استعمل الارتجال بطريقة كبيرة جدا وقدر حتى يكروشي يكروشي سيد أحمد أقومي ويكرشي الحضر كامل فسيد أحمد أقومي في نبيل عسلي من الأسماء أيضا اللي رهنوا عليها بس أتمنى ما تسرقوش السينما أكيد لأنه لآن نظرك صرت صورة أقوى من الخشبة يعني صراحة المسرح في الجزائر الآن وفي ربما ألا ترى أنه ربما نبيل عسلي هو لا حي يساهم في استقطاب جمهور السينما للمسرح لا هو نجم كين نجوم كين أسماء كثيرة يعني كبعكاز كين نضال كين كين مخرجين رائعين إسلام عباس كين أساء جرمي جامل قرمي يعني كين أسماء موجودة في المسرح الجزائر ولكن جمهور المسرح صناع العرض المسرحي في الجزائر ما هيش نفس الصورة الآن ندرك قبل قليل قلت بلي أنه تقريبا أن فن المسرح رو مهدد من طرف التكنولوجيا مهدد من طرف وسائل الاتصال يعني ضروري جدا أن يكون هناك رهان كبير جدا لتكون هناك مرافقة وعملية موازية بين الإنتاج المسرحي تقديمه على خشبة المسرح في المسرح الوطنية والمسرح الجهوية لا يبركين 22 مسرح الجهوي كين جمهور كين أسماء كبيرة تشارك دليع لذلك أنه المهرجة الوطنية فيه الكثير من الأسماء شفنا البرح أحمد عاشر يعني في إخراج لإستراحة المهرجين لنوردين عبا فيه طاقة ولكن ضروري جدا أن تتمن هذه بمرافقة من خلال أكيد أكيد يلا تحثوا أيضا عن ندوات الفكرية المرافقة للمهرجان والتي هي تقليد هذا المهرجان ونتعندك ندوة هي تنتظرك يعني سحوزة ساعة للعاشرة ندوة بنتاك ثم نتعرف على باقي الندوات إذن الندوة اليوم هي ندوة مهمة جدا وهي ممكن نسميها امتداد لندوة الندوة الوطنية اللي قامت حولها المسرح والأشكال الفرجوية في الجزائر اللي قدمناها في الجلفة وبعدين المسرح الوطني قدم ندوة في هذا الإطار نمشيه لأنه عنا مخزون كبير جدا من الثراث الشعبي ضروري جدا العودة إليها في الجلفة تحدثنا على ما كتبه الرحالة العرب والأوروبيين على هذه الأشكال شبه مسرحية أو الأشكال الموازية باراتياترال يعني هناك الكثير من العروض لتعتبر الآن أصبحت ما يسمى بوست درام أذركة بكري كان هناك نظرة مكرسة ما هي أنه المسرح ما يقدم على خشبة المسرح وفي العربة الإيطالية وتم إهمال الجوانب الأخرى العروض التي تقدم خارج نتحدث عن المداح نتحدث عن العساوة نتحدث عن عيد الفول نتحدث على شيب عاشورة نتحدث عن طقوس استدرار المطر يعني هناك الكثير من الأشياء وتم يعني صراحة هناك فيها محو هناك فيها الطمس وهناك نسيان إحنا دعوة الآن جديدة إلى إنشاء مركز الفرجات الشعبية في الجزائر اليوم سنكمل هذه الرسالة وأعتقد أنه سيدة وزير الثقافة والفنون دكتورة سوريا مولاجي مدركة جيدا بأهمية هذه العناصر لأنها عناصر لا مادية هي جزء من شخصياتنا في هذه الجزء المدّاح في السوق أيضا كان عنده دوره يعني دور كبير جدا فالآن حاولوا قدر إمكان مع أكاديميين اليوم يدخل الدكتور بورايو متخصص في الأدب الشعبي سيتحدث عن المدّاح في الأسواق يعني وليس هي دراسات ميدانية عندما تحدث على بورايو هو اسم يعني اسم كبير جدا في التورة الشعبي الجزائري كأكاديمي ولكن اعتماده أيضا على ما يسمى تسجيلات مع المدّاح اليوم أيضا الأستاذ الدكتور رشيد بشعير ليشتغل على توظيف التورات في المسرح الجزائري راح يوخد تحدثه تقريبا على التورات في المسرح الجزائري ايضا المسرح العربي يوخد الجزائري كنموذجا هو كان أستاذ في الشارقة وعاد وحاضر معنا عندنا مريم بوزيد تتحدث عن سبيبة بالملاسبة نقريت كتابها يعني وترجم من الفرنسية العربية تتحدث عن سبيبة هي بعد العادات والتقاليد على المستوى الجنوبنا الكبير فهذه فرصة كي نحاول تأسيس لمركز الفرجات الشعبية أو تأسيس تأسيس لمخزون تحت الذاكرة الجزائرية لأن حقيقة الآن الآن عندما في أوروبا وفي العالم كامل نتحدث عن المسرح ما بعد دراما هو العودة إلى هذه الأشكال المسرحية اللي كانت في يوم الأيام تعتبر مجرد فولكلور بالمفهوم السلبي عن تهريج وكذا ولكن هي كانت وشكل ذاكرة الجزائري وكانت هي من آليات للدفاع عن الهوية الوطنية في وقت الاستعمار الفرنسي صحيح اليوم كيف يمكن العودة لهذا النوع من أنواع المسرح يتحدثت عليها خاصة أنه ربما كان بعض من الأرشيف اللي فقدناه كان بعض الدراسات اللي ربما ما عادتش لها بعد شهادة الحياة اللي ماتت للأسف فليس كذلك هو الآن ضروري جدا نطرح السؤال الآن الكثير ما تعرف الجزيرة عيشة حرب أخرى تماما على مستوى الاستيلاء على ثوراتنا لا مادية وثورات لا مادية الحرب لازم ندرك احنا كمثقافين صراحة أنا ما ثقافة المواجهة ضروري جدا أن هذه الأشياء ترجع لمكانتها ولكن أيضا لكن دور من أنه يسترجع هذه الأشياء أولا دور الإنتليجنسي هناك هناك إرادة سياسية قوية تكلموا بدون مجاملة الآن الدولة الجزائرية عندها إرادتها سياسية من أجل دفاع القيم هذه نعم نتحدث على المركزي النظر الغربية للمسرع أنه ما يقدم مع الخشباء ودخل فضاء المغلق هو المسرع أما خارج الخارج فهو لا مسرع أو فورم باراتياترال الآن ضروري جدا العالم الآن يمشي ما يسمى بسط دراما ما بعد دراما يعد الاعتبار للهدي العروض الهاميشية للجزائر غنية بها صراحة الجزائر قار يعني تروح في أي منطقة تلقى أشكال حتى أعراسنا حتى جنازاتنا حتى أننا ربما نتحدث على الجنازة تحير يعني حتى الرتاء ونداب وما يقال فهي ترات فأحنا للأسف الشديد مزجنات لأنه كان هناك غياب وعي بهذا الموضوع الآن اهتم به المركزية الغربية على سبب على شكل إيزوتيك برك يعني أنه جنب أنه يشوفها بالنسبة للآخر ولكن هذه جزء من مكوناتنا التقافية الآن كما قلت قبل قليل تحدث يعني بصدق أن هناك إرادة سياسية خاصة الجزائر رأي تعاني من سرقة ثورتها ثورتها لمادي ولا مادي إذن الفرجات الشعبية هي جزء من هذا التورت اللي ضروري جدا نحافظ عليها إذن مسينا من أرضية الجلفة إلى المسرح الوطني الآن في هذا المهرجان تعتبر ندوه هذه مهمة جدا ومفتصالية من أجل للحفاظ على تورتنا وتقديمه للجزائر وتوظيفه أيضا في العرض المسرحية هناك وعي بالنسبة للمثقافين أو الانتليزانش وعي المسرحيين وهناك أيضا ضروري جدا أن تكون هناك مرافقة إعلامية إعلامية وإنتم مشكورون يعني مشكورون لأن هذه الحصة في حد ذاتها هي تعريف بالمسرح يعني راكم داخلين بيوت الجزائرين ويعرفوا بالمسرح وقامات كما سيدي الكويرات ولكن أيضا يعرفوا هذه الفرجات الشعبية لتوليك شغل تعبكري ولكن مش تعبكري هي الحاضر هي جزء من هذه الهوية أكيد بعض غضو أيضا كان جيسة على البرنامج كان حول على المرأة المخرجة الحديث على المرأة المخرجة ومهم جدا على بعض التجارب كما الصونية كما فوزية الحاش على بعض هذه التجارب للإخراج المسرحي الجزائري هذه الندوات المرافقة للمهرجان أعتبرها هي لتكون تسير أيضا ما يسمى الممارسة المسرحية المسرحة ليست فقط عرض مسرحية المسرحة أيضا هي هذه الحركية لتمس الجانب النظري والجانب التطبيقي أكيد شكرا جزيل الشكر لك أشدينك أكثر من الوقت للمتفق عليه شكرا على تلبية هذه الدعوة الصباحية نتمنى لك كل التوفيق ولو شنو هما الأسنان المتداخلة وقتاش القلوب لي أنا ولا أنت ولا المشاهد عنده أسنان متداخلة أسنان متداخلة ولا تزاح من أسنان قدر يكون بعد دستورق اللي هو اللولا أن نشوف الأماكن تعل الأسنان يكونوا مديكاليين على بعضهم لا يكونوا في خط ينرسموا ونرسموا الفك ولا نتخيلوا الفكتانا يجب أن تخيلوا على شكل دائرة ونصف دائرة لتكون متواصلة لا يكون تقطع لا نقدرش نخرجوا بطريقة غير متناسقة مع الأسنان الأخرين كما تزلسانك وتحوز تفوتوا على الفكتاعك الفوقاني ولا التحتاني لا يجب أن اللسانك يروح للقدام للورا كان شدت واحدة من الأسنان تريح في هذه الجهة نقدروا نقولوا بداية عكونا تزلسحهم الأسنان نعم وقدش يكون هذا يعني خلال مرحلة الطفولة ولا يقدر يكون واحد فرد بالغ يكون عرضا للأسنان المتداخلات هنا الأغلب تعليم ولا تداخل الأسنان هي في الحالة تداخل الأسنان لدينا 25% حتى 35% من سكان العالم ككل عندهم هذا المشكل بصح نشوفه أكثر عند الأطفال وعند المراهقين علش هذه المرحلة ما زال عندنا تبديل الأسنان ما زال عندنا العادات الغير صحية اللي ديروها الأطفال خاصة ونقدر نشوفها تاني عند الباليغين اللي قدر يسببها دروس العقل اللي يكون عندك أسنان متجانسة وفجأة تقول لك أنا في بدأو يتعوجه لسنية ولا نحس وحدها بدأت تخرج ولا وحدها بدأت تدخل هذا القدر يكون السبب تحا الدرس العقل اللي يكون في طريق في شكل غير مستقيم أكيد يلا أكيد أننا نحن نحاولوا اليوم من خلال هذه الفقرة التفاعلية الإجابة على تساؤلات المواطنين والمشاهدين اللي يتبعوا فينا اللي عندهم هذه الحالة ولا للأطفال تحمي عني منها ما عليكم غير تستصلوا بنا للرقم الظاهر أسفل الشاشة وتطرحوا علينا الإجابة لتاكم وعلى الدكتوراه اللي رح تكون سعيدة بالإجابة على كل التساؤلات التاكم إذن الأكيد أنه هذه الحالة عندها أسباب ما ندهاش علاقة بالوراثة نبدأ بالعامل الوراثي يقدر يكون عنده دور في هذه الحالة أكيد كما نعرفو نحن أغلب الصفات الجسدية نضيهم من الأولياء أول حاجة اللي قادر يؤثر بنسبة كبيرة في الجينات هو الشكل الفك شكل الفك يلعب دور كبير أسكر رح يكون عندك تزاحم من بعدها ولا عندك مشاكل في المستقبل وكذلك يلعب دور فأسكر رح يكون عندك قابلية أكثر أن يكون في تسويس الأسنان أو لا لا الشكل الفك العادي والذي نشوفه بالذي يعطينا نتائج أقل أو مصاعب أقل في يكون عندنا تزاحم الأسنان هو الفك الذي يأتي على شكل U حذبة الحيصان كما تخيل حذبة الحيصان هذه قلوب صحية بنسبة ما هم يمنع أن يكون عندنا مشاكل بعدها يدخل التدخل عن الإنسان لكن شكل الفك حذبة الحيصان هو الأكثر صحية ولماذا أنت بدأ عنده شكل الفك يروح كمثلت أو حرف V ثم نقدر أنه هذا هو المشكلة وإن يكون لدينا أكثر عرضة أنه يكون لدينا تزاحم الأسنان نعم إذا كان الفك صغير أيضا سيؤثر أكيد أكيد الفك الصغير وكما نقول أن الفك الفك الصغير من تحتني مكان ستجانس من الفك أو العكس تحتني يكون قل من الفق نجد نشوف الفم حاجة متجانسة يجب أن يكون كما بعضهم النمو يكون في نفس الوقت كان بعد الأطفال النمو السفلي والعلوي لا يصير في نفس الوقت هذا يشكل أن الإطباق أو الغلق العضة تكون خاطئة يكون عضة خاطئة الأسنان ملقوش للمكان ملائم في الفم فيصر واحد يخرج مننا واحد يدخل منه وكذلك يلعب دور كبير لواحد من الفكين ديفلوبا على الأخر قدر يؤثر على الفوقاني ويؤثر على طريقة الكلام والأكل تحنا أكيد كان أسباب أخرى خاصة ما تعلق بربما قلعة الأولياء للأسنان اللبنية في عمر الصغير يعني قلعة أسنان تحنا الممارسات السابقة لكنا نشوفها ولماذا زالها أكيد الآن طب الأسنان نطور خاصة في طب الأطفال يعني حتى كنت كون سنة مسوسة ما بقينا شنحيوها نقدرون نعال نعال نقدرون نحطوا لهم تقويمات يعني وقائية كما حكينا في الحلقة السابقة في ريال ولازم نعرفو باللي هذا يؤدي إلى مشاكل جد جد كبيرة أنه الدروس أو الأسنان دائمة لا تجد مكان صحيح لا تجد مكان صحيح أو مكان كامل وعلى هذا يجب أن نكدرون على طبيب الأسنان يذهبون لكي ندوك وما نسمى همانتون وغد يسباس هو حافظ المسافة بين الأسنان إلى إضطرين وما كان حل أنه نقلع سن على الطفل نقدرون وضعوا له جهاز يتحط على السن يحافظ على المسافة بدون ما تنغلق كيف يجهد الجهاز سرور هو عبارة عن قرص معدنية حتى على الدروس اللي منتبقيين اللي تعود عندي درس من درس من فراغ في النص نحاول وما نديرو نخلي الأسنان اللي من ومنا يبقوا في مكانهم ماش يميلوا لأن الأسنان يميلوا أنه يحكم اللي سباس ليكون فارغ طبيعة لا تحب الفراغ معروف لا تحب الأسنان لا يحب الفراغ يعني تتغلق على بعدها تملق هذا الفراغ وكي تجد سنت دائم يطلع ما يلقاش كيف يطلع هنا يقدر يدينا المشكل أكبر اللي هو الأسنان اللي تبقى تحت التو ما تطلع الناش ولا تطلع وتخرج من الجهة خاصة من الجهة من بره بزاف الأطفال وكين أباء يطلوا بشيف لأولادهم على هذين ديما نقول لهم لازم أنتم تعملوا كطبيب أسنان لأولادكم في الدار قبل ما تجيبوهم عندنا ديما حاولوا تشوفوا لهم مشكل وش ما كان ش باش على الأقل تشوفوا اللي سيني اللولين المؤشرات الأولية لهذه المشاكل أكيد إذن تحدثنا على الأولياء لنحو الأسنان للأطفال لتحهم يعني يقبل الوقت دون استشارة طبية كين أسبب أخرى صرور لتزرهم الأسنان أو لقل يعني لبروز هذه الأسنان متداخلة لكن قبل ما تجاوبني على هذا السؤال خلينا نجاوب على أسئلات المتصلين والمشاهدين للأسف بقطع الاتصال يلا فرصة لنا باش نجاوب على هذا السؤال كين أسبب أخرى من غير هذا السبب أكيد أسبب أخرى كان عندنا بعض الناس وليس قليلة ونادرة لكن موجودة أنه يكون عندهم عدد تالأسنان زيادة على الأسنان اللي عندنا كان عباد ما يبدلوش لبنية ويخلق لهم دائما يبقى لهم هذا أكيد رح يشكلنا مشكل كبير لازم نعرفوا بلإحنا أسناننا الشكل تحهم والحجم تحهم يجبون متناسق مع الشكل وحجم الفك قدرين يشوفوا عباد عندهم أسنان صغار وملاح يفكتحهم كبير ينتج لهم مشكل يقول كين تبعد بين الأسنان وعباد عندهم فكتحهم صغير وسنيهم صغار ومعندهم مشكل لازم نقول أن الفك الصغير يعني دائرة يكون عندنا تزاحم الأسنان كين عباد فكتحهم صغير أسنانهم صغار حجم صغير شكل صغير فما نشوف حتى مشكل على المستوى للضحكة للجمالية لشيء آخر وكين اللي كيعود عنا عدم تناسق بين شكل وحجم السن وشكل وحجم الفك هنا يبدأ لنا مشكل كثير تحدثت عن جمالية الإبتسامة لكن الأمر فيما يخص الأسنان المتداخلة مش متعلق علاج الأسنان المتداخلة مش متعلق بجمالية الأسنان لكن ينجم عنها عديد الأمراض أليس كذلك والمشاكل أكيد ينتج منها بزاف مشاكل وإن المشاكل كان عندنا مشاكل على المسوى المضغ يأثر على المعدة الهضم لازم التنفس تناني أحيانا الأسنان تصبرنا إضطرابات التنفس لأن أغلبية الناس عندهم مشاكل في الفكتة عندهم عادات غير صحية منها تنفس الفماوي الذي ينتج عنه الفك العلوي يخرج على الفك السفلي عندنا كذلك الناس الذين يمضغوا الأصبع تحهم وليقدم الأضافر حتى نشوف نحن واحدة ستريسية يبدأ يأكل في فارتي بصح أحد يأطرنا بزاف على الشكل للأسنان تحنا كان يخرجوا لهم فقانيين حلاء هذه عندنا أنطابلو كبير ليقدر ينتج من تزحم الأسنان هذا واللي أنا نشوف الأخطر الأخطر بالنسبة لي كما قلت التنفس لأنه يؤثر لك على راحة ويؤثر لك على المعيدة الذي يؤثر بزاف على أعضاء الجسم نقطة أخرى تسوس الأسنان أليس كذلك يعني كد كل الأسنان متدخلة ومتزحمة بعضها ويصحب علينا الوصول لبعض الأماكن اللي لازم نحتنو بها وهذا راح يساهم في ربما التفاقم الوضع والبكتيريا يحطي بيئة ملائما لكي تكاثر نعم راح يكون في صعوبة الوصول لما بين الأسنان ونخليه بقايا الأكل ولي ما نلومش إنسان واحد يقول كان نبروسي يجي عندي يقول يقول طبيبان منفد لكي تدخلوا بين الأسنان فتبقى لبقايا الأكل وينتج عنها أنه يصير لكاغي دونته والتسوس هذا والأصعب منه أنه تال مورا هم لسقين بزاف السنين يعديوا بعضهم بالتسوس تبدأ تنتقل السوسة من أحد للأخر كيف سهل عملية تنتقل السوسة من سن لأخر تبدأ في بحدة والأخرى تنتقل بشوية بشوية ونزيد الحاجة التي نرى بزاف صعبة أنه لا نستطيع أن نرى بالعين تعنى أنا كنت عدد بروسين لا نرى ما كان ينسن خطر تجارة لدي مشكلة في النهو من دون تعي أبخي تبدأ الوصدار وكيف الوصدار لا يعرف ما يستطيع الدرس الذي ستوجع فيه للأسف لأنه أسنن كان نراه من دخل في بعضها قال نستقبل المكالمة ونحاول نجاوب على تسألات المشاهدين صباح الخير نعم صباح الخير صباح الخير مرحبا بك مع نار الله يحب مرحبا بكم معكم مريم من وهران مرحبا بك وتحية حال كم الناس وهران عندك سؤال شكرا نعم عندي سؤال عندي الولد الابن التاعي عندها سبع سنوات بغيت نتخفي عندي سؤالين سؤال أول فيما يخص الأسنان اللابانية كي يتنزعوا يتنزعوا الشعال يقعدوا باش يعودوا يخرجون لنا وكان الابن التاعي رفي ستة أشهر ستة أشهر ستة أشهر ما زال ما خرجوش كان ما زال ما خرجوش نعم عن الأسنان العلوية مش الأسفلاء هودو نعم وانا مفضلك فريالي لا ممكن القلعة هوا سن هدا قدرتها عن طب الأسنان أروا أتسمع فيها نعم أنا نسمعوا فيك وهذا السؤال الأول السؤال الثاني اللي عندي أن الابن التاعي عندها الأسنان السفلية يعني الفك السفلي خارج الفك العلوي عندها نرما مو مش صحيح نعم أنا فوتا عند طبيب قلي لا زيديت الصبر شوية حتى اللي بانو حتى اللي بانو ونديرو لها الكاسك واللطار حين واحدة قر قال لي لا قلي لك تقل إلى السنين لك تركبو لها لطار نعم قادما نعم سرور كان عندك سؤال سؤال لها الأول القلعة القلعة للسنين تعالي قلتي ما زال ما طلعوش أسكهتم عن طبيب الأسنان أو لا قدرتوها له في الدار تحركت لا أسنان قلت لك أسنان لابنية للسفلة راحوا وعودوا سيد ربا والوالا بالسحل العلوى اللي جين في الأعلى الفك العلوي الأسنان ما زال ما خرجونها شيء القداميين ما طاحوا وحدهم طاحوا وحدهم بالسحف الفروج ستتحهم راح قريب تقريبا ستة أشهر ما زال ما بلدوش أوك أوك أقعد معنا شكرا على هذا التفاعل الصباحي وتحية لكم الناس وهرا إذن حقيقة إلا في محلها أكيد السؤال الأول ست شهر حتى نقدر نقول عشر شهور ما تقلقوش ولو أنه لا شفت أنه لمكان سيني خلاص أنه بدأوا يتطلعوا مكان حتى في مكانهم كان لازم نقصي هتنوع الأسنان لأنه نعرف على شحال يقدر يكون الروتار لكي نطمن أسنان أو لبانية لبانية كل سن في فهم الإنسان عنده وقت العمر الحدي وعنده وقت يبدأ يطلع وقت المنطقة القوله لكي نطمن نقدر نشوف أشعة تعو لكن كايين لي خلفهم لا لا لأنه في بعض الحالات وهي تاني نقول لك نادرة كايين عباد ما عندهم ش الأسنان دائمة تحهم وما يخلقو لهمش كايين كي ما در كار نشوف فيهم درس العقل ما يخلقو لبزا في عباد تلقى عنده من الربعات تلقى سجو لا وحدة عندنا الأسنان اللي ديوا ربعيات صغار ماشي اللي في النص اللي إحداهم هادو كل اللي لا طيغال ما نشوف عنده بزا في عباد ورهم ينقصو بالوقت ما نتفاجأش كون ما يكون عنده أسنان دائمة في هاد الجهة باش تطمن لهم تقدر تدي لله الأشعة يوصف ها للطبيب الأسنان ويتأكدوا باش يقدر ندخلوا بالعلاج في طريقة أبكر والخطة العلاج كما قلت لك قادرة تكون في 7 سنين 6 سنين كطريقة وقائية وتكمل 8 سنين لماذا يقول 8 سنين أو 9 سنين هو شوف كواسون سنو نحن كين بعض طباء الأسنان يقول كين يدير النمو الكامل باش ندخلوا بالعلاجات تاع تنظيم الأسنان وكين يقول لا لا نبدال قبل باش تعالج للطفل إذن يلا نستقبل مكانة هاتفية أخرى صباح والخير صباح النور مرحبا بك معنا صباح النور كراكي اخت غاية ولا غير غاية وانتي كراكي غاية الحمد لله الحمد لله يلا اليوم الغربة وحاضرة بقوة عرفنا بنفسك مينكي تعيطينا وترحي سؤال تاك أكيد تسمع فيها نعم 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 أخذت طبيبة بالذرثي ظرت عندي واحدة حلبية ناضط واحدة 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 حلبية ولم ناضط لها وكان ناضط لها أسك كنت لها وقعد لها ناضط لك درسة قدم درسة وحد وخرا وقت ناضط لك هذي في أي عمر ومش حال عمر تاك ممكن سبع 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 سنوات أو لها سبع سنين سبع سنين سبع سنين سبع سنين سبع سنين ومش القرآن المتصورة صغيرة اليوم عندما نفع مرحة 17 سنة أصدق سنين سنرى الأطفال مهتمين أن يسق على أسنان ملاحة بتاك مشكلة ويجب على الجوه إنها حفة مرحة حمزة مرحة وكما قلنا كان في مشكلة مسافة أو مشكلة أماكن خلقت بطريقة خارج مكانها الطبيعي هنا نبدأ ترجع عن صبيب لأن الأسنان مختصة بالأسنان ويستطيع أن يطلقها لأسنان يعني خطأ علاجية بين لكن يجب أن تقلع أسنان لكي ترجع الدرس إلى مكانه أو لأنه لا يوجد أسنان زيادة عن العدد أو لا يوجد أماكنهم يستطيع أن يرجح لها بأنه يخلق مسافة بين الأسنان يبعد بين الأسنان ويدخل لها الدرس في مكانه الصحيح لكن هذه الأسنان الأسنان ستأثر على الأسنان الأخرى سيأثير على الأسنان الأخرى إن كان هناك تزاحم بعض الأخرى بأن أغلبهم يخرجوا أحدهم يخرجوا أحدهم لا يكون تأثر كبيرا على الأسنان لليم يخلص لهذه الأسنان في الصحة لذلك لأنه يخلص لهذا هناك مشكلة يحلون أجلها بطريقة متزاحمة وليستطيع أن يكون في مكانها لتزاحم الأسنان الأخرى أو меньше إذا كان هناك أسنان لبنية تحام مازال منحهم شو خلقهم معها موراها أسنان دائمة نحن نختم الآن بالعلاج كيف يتم علاج الأسنان المتداخلة وهل العلاج ضروري على أبنا بزاف ناس ربما يغفلوا على هذه النقطة يقول لك ما عنيش ماشي مسوسين خليهم يعني لا أنا قولهم باللي ماشي مسوسين اليوم معناتها غدوا أحيو اليوم مسوسين يعني تحصيل حاصلة حنوصلوا نوصلوا للنتيجة تسوسوا لك الأسنان تاعوك كما قلنا لأنه ما كان صعوبة كبيرة باش نوصلوا للبقاء الأطعمة ليكاينة العلاج يتكون من عدة طرق علاجية نخده بعين الاعتبار هي الشكل الأسنان وشكل الفك لكن الشكل الفك هو المشكلة نحاولوا أنه نرجعوله إلى حرف الـ هذا كل حد بطل حيصان نوسعوا نوسعوا الفك ونوسعوا الحجم تاعو ونمددوه نبدأ هذي أول خطة علاجية نقدر نديرها بعد ذلك نديروا عندنا الباري دونتير اللي هي عبارة عن سلك معدني يتحطوا لي مدة العلاج تروح من 12 إلى 36 شهر بالعادة إلى مراطينا حتى غونديفو وتابعنا النصح اللي يعطوهنا طبيب الأسنان وكذلك عنا عدة أجهزة نقدر نحطوهم باش نمنعوا هذي العادة السيئة اللي وصلتنا باش ولا عندنا التزاحم كما ننص الأصبع ولا قدم الأدافر نحطوه هنا في أسناننا يجب أن نحطوه في أسنان لأن عبادة يديروه بطريقة لا إرادة يعود وراجدين لم يكملوا كين عبادة 30 أو 40 سنة بقات معهم العادة عمص الأصبع كما كانوا دي بي بي هذا يجب أن يفوتوا عليه ولازم تاني يقول لكم بلي نهما يكون عمركم مهما يكون حالتكم راح ينقدرون نديرو لكم خطة علاجية في تقويم الأسنان لازم دايما نحطوه أولوية تعنا مش غير تلسوس ولا تبييد الأسنان كذلك علاج تزاحم الأسنان أكيد تقويم الأسنان يقدر يكون في 25 في 30 في 35 سنة ما كان وقت ما كانش وقت كان نتائج جد إيجابية أكيد كان نتائج جد إيجابية وطيب الأسنان تطور عاد عندنا تقويم شفاف عند عندنا تقويم يجي من داخل ما يبلش كامل من بره سما ذو كان الحالة تتعلق حتى العباد اللي عندهم مشكل فلدة كبير وورانا قادرين أنه نعطيهم حلول وعلاجات وخطة علاج لتساهم على اللي تدعم الحالتهم وتوصلنا النتجة لنا حبينا شكرا جزيرة شكر لك أميرة سرور البيض مختصة في الطب وجراحة الأسنان لتلبية هذه الدعوة الصباحية نتمنى كل توفيق إن شاء الله شكرا